المترجم للقناة المترجم للقناة تزوج ابنه هذه يسمون هبات على شرط تعارف الناس عليها أما هدية من باب التحبب ما دام أن ما استلمها الشخص المهدى إليه ما تلزم أما إذا قبضها لزمت لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يأكل قيا ترجمة نانسي قنقر